طيب عندنا كلام كتير جدا طبعا على يعني مطش مبارح السبعيات التاريخية عن التكشير عن الأنياب عن البطل المحتمل القادم بقوة الستي وعندنا كلام طبعا على مطشاته النهاردة ليفر في مواجهة الريال نابولي في مواجهة شتوتجرت ولكن خليني أبدأ بالملف الأهم ملف النادي الأهلي والقطن ومشوارنا في دوري الأبطال وبداية طبعا قبل ما ادخل في التفاصيل خليني أرحب ببلال محسن ضفنا النهاردة في السادسة مسأخرة يا بلال سيد الخير طبعا أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين وإن شاء الله نتكلم في كل حاجة محليا وإفريقيا إن شاء الله مشوار النادي الأهلي وطبعا الكرة العالمية قبل ما ادخل في الأهلي والقطن أنا جيلك في الكرة العالمية أنا مش هسيبك النهاردة بس يعني خليني أبدأ بالأهلي والقطن الأول بنسبة كم فلمية أو تقديرك إيه لفرص الأهلي في الوصول للأدوار الإقصائية والتأهل عن المجموعة به في دوري أبطال أفريقيا يعني بص إحنا عايزين نتكلم بالحسابات يعني إحنا كورة للأسف ما بقاش في إيدينا نتكلم كورة إحنا بقنا نتكلم في الحسابات رجعنا تاني نمسك الألة الحسبة ونعد اللبناط ونستنى نتيجة المباريات والكلام ده كله وضع صعب ووضع صعب ما فيش شك إن إحنا قزمنا الموقف يعني ما بقاش أحسن حاجة ولكن رغم كل دوت إحنا لسه لازال عندنا فرصة إحنا الفرصة تبقى في إيدينا إمتى تبقى في إيدينا يوم الجمعة الساعة 8 في حالة إن شاء الله بإذن الله ترجع لنا الفرصة مرة تانية في إيدينا أو في حالة إن إحنا نفوز على القطن في الكاميرون وتعصر الهلال يعني عدم فوزه إحنا مش عايزين الصندونز مش شرط يكسب ولكن في حالة تعادل صندونز أمام الهلال نحتاج إن شاء الله في مباراة القاهرة أمام الهلال السوداني للفوز بهدفين والمباراة دي وقتها هتشبه أنا شابهتان يا تبقى زي مباراة الاتحاد الليبي وهدف شيهاب لو نفتكر كنا محتاجين وقتها آه بالضبط إحنا كنا محتاجين وقتها نفوز بهدفين على الاتحاد الليبي أو نرجع بهدفين عشان تتساوى الأمور مرة تانية فوقتها إن شاء الله بإذن الله هترجع لنا الفرصة تانية بس ننتظر ونعمل اللي علينا أنا عايز يوم الجمعة نعمل اللي علينا يعني قبل ما ننتظر هدايا الآخرين أو ننتظر إيه اللي علينا من وجهة نظرك نعمله في مباراة القطن الكاميرونيو إيه اللي اختلف عن بقية مطشاط الأهلي في دوري الأبطال كيرف الأهلي يمكن في دوري الأبطال اختلف تماما عن المستوى اللي ظهر به سواء في بداية الموسم أو حتى في بطولة كاس العالم حتى مع خسارة من فلمينجو والريال الكيرف الأداء شكل الفريق الحالة العامة الفريق اختلفت إيه اللي متوقع أو إيه اللي تنتظر أنه يختلف في مباراة الجمعة اللي جاي عن المباراة قبل كده في دوري الأبطال يعني هو مشوار النادي الأهلي الموسم ده غريب جدا يعني يمكن النادي الأهلي بيمشي على سطر ويسيب سطر إحنا بدأنا الموسم كويس جدا حققنا 6 فوز من 6 مباريات العالمة الكاملة دخلنا كاس العالم الأندية قدرنا ننفوز على أوكلاند وعلى سياتل وعملنا مباراة بصرف النظر عن النتيجة مباراة كبيرة جدا وعرض مشرف أمام ريال مدريد لحد آخر دقيقة كنا هنتعادل مع بطل أوروبا وبطل العالم بعدها مباراة فلمينجو كنا متقدمين وكانت الموضوع في إيدينا أهضرنا راكلة جزاء وكنا هنفوز على بطل كوبا لبرتادوريس يعني النادي الأهلي كان ماشي بمعدل أداء كويس جدا أقصى النادي الأهلي في الأدوار الأولى للتحدي المنستيري اللي كان بينافس على الدور التونسي في الموسم الماضي بمنتهى السهولة بفوزنا زهابا وقيابا يعني كل المؤشرات كانت تقول وفي الوقت هذا كتكل الناس يعني كل الأراء ما فيش حد بيختلف سواء على مستر كولر والجهاز الفني بالضبط على فرقة النادي الأهلي على صفقات النادي الأهلي كتكل الناس بتشيد وحتى برونو سارفيو كتالناس بتتغنى به بعد هدفه أمام الزمالك في السوبر وبدأنا إحنا كمان بدأنا الموسم بداية نموذجية بالفوز على المنافس المباشر محليا والنادي الزمالك في مبارسة السوبر وعملنا عرض كبير جدا قدرنا في الدوري نفوز على نادي الزمالك بسلاسية نظيفة قدرنا نفوز على برامتز كمان المنافس المباشر دينا في الترتيب بالمركز الثاني بسلاسية نظيفة يعني أقصد أقول لي حضر المؤشرات كلها كانت بتقول إنه هيبقى موسم مختلف محليا وإفريقيا للنادي الأهلي ولكن حصل الدروب اللي حصل بعد رجوعنا من كاس العالم على السودان مباشرة والخسارة الغير متوقعة بالمرة أمام الهلال السوداني من خطأ طبعا الهدف اللي دخل فينا من ركلة حرة مباشرة بعدها ما قدرناش نرجع بسرعة يعني يمكن إحنا جتلينا الفرصة في مباراة القاهرة أمام سانداونز وقضعنا ركلة جزاء مهمة جدا في مباراة سانداونز ودخل فينا هدفين يعني بسزاجة دفاعية وأخطاء مش مقبولة في الأدوار دي وأمام المنافسين دول يعني ممكن الخطأ ده يكون مقبول في أدوار تانية وأمام منافس آخر أمام غير سانداونز طبعا بالحالة الهجومية الشرسة اللي كان عليها الفريق الجنوب أفريق فما قدرناش نتدارك هزيمة الهلال وقعنا في تعادل صعب شوية أمام سانداونز بعدها تفقلنا خير بمباراة القوتن الكاميروني نادي الأهلي قدم واحدة من أفضل مباراة في هذا الموسم اكتسح القوتن الكاميروني بسلاسة أهداف نظيفة عمل عرض فني مميز جدا لعبنا كرة جمعية شوفنا الرابط اللي كان بين الكندوسي وعلي معلول والدخول لقلب الملعب وتنقل الكرة بسلاسة تفقلنا كلنا قبل مباراة سانداونز العودة هنا قبل ما روح جنوب أفريقيا أنا كان عندي مشكلة شوية مباراة المقاولين العرب المشكلة مع رابطة الأندية أنا بس عشان أنت هتخدني كده في مشوار طويل أنا عايزة اللي متوقع أنك أنت هل أنت تتوقع أنه كيرف الأداء حالة التراجع على المستوى الجماعي والفردي لبعض الأسماء اللي ممكن يكون لهم ليها أسبابها المنطقية لكن مش وقت مناقشتها دلوقتي هل تتوقع أن كيرف الأداء ممكن يرجع بداية من مطش الكاميرون خصوصا أنه مباراة ما تقبلش الاسم على اثنين زي ما بيقول بالضبط يعني أنا عشان كده إحنا بدأنا الكلام وقلنا أن إحنا إحنا اللي عايزين نقدم بقى وجه مغير في الكاميرون أنا خلاص حسبيا ومنطقيا أنا عندي أمل ولو عندي أمل 1% أنا هلعب عليه المفروض يتغير في النادي الأهلي أنا مش هقول أنا دايما مشكلتنا في الكرة دايما في مصر أن إحنا بنحب موضوع الجرينتا والروح كل ده مطلوب في كرة القدم ولكن قبل الجرينتا وقبل الروح العالية وقبل التدخلات القوية لازم يكون فيه فكر كورة بيتطبق في الملعب إحنا كنا من شوية بنتكلم ونتكلم كمان شوية عن دور أبطال أوروبا عن منظومات اللعب إحنا واجهنا ساندونز منافس ما احترام في أفريقيا وقادر يعمل منظومة لعب جماعية بتمتعك أنت كمشاهد وانت قاعد بتتفرج على ساندونز بتقول أنه زي مدرب صغير في السن زي دوت مع مجموعة لعبين شباب يعني إحنا كنا تكلمنا عن مايلولا مثلا عنده 21 سنة ولكن أداءه في الملعب أمام فريق بحجم الأهلي خليب ألحضركم أن أي حد بلعب النادي الأهلي فيه اتشيرت النادي الأهلي ويخد أي حد اسم النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي في أفريقيا ولكن لما تلاقي العيب زي دوت لسه صغير وقادر يعمل الأداء الفردي والجماعي دوت أمام نادي كبير بحجم التقنية لا ده نجاح نجاح لمنظومة ساندونز فأنا قبل مطالب اللعيبة أني يبقى عندها روح عالية وقتلية عالية وجرنتة وكلام ده كله كل ده مطلوب وجميل ولكن قبل كل ده أنا عايزك تلعب كرة قدم عايزك تتحرك من غير كورة عايزك يبقى فيه أوفرلاب ما بين الباك رايت والهاف رايت ما بين الباك ليفت والحاجات أساسيات كرة القدم عايز اللعيب اللي على الدائرة يبقى عنده مساحة رؤية عايز يبقى فيه تنقل للكرات عايز يبقى فيه لا مركزية في الأداء كل الكلام ده منظومة لعب النادي الأهلي جاب عن الأهلي اللي انت بتقوله ده ظهر مع الأهلي على فكرة يعني ظهر بنفس اللعيبة دي وظهر بنفس الجهاز الفني ده في مناسبات كتير وفي لطاقات أصعب بكتير من المطشط اللي خدناها في دولة الأبطال بالضبط أنا عايز أقول لحضرك أنه ظهر قدام ريال مدريد يعني ما فيش أصعب من كده ظهر المفترض أنك بتتمرن في أعلى المستويات التدريبية مع مدير فني متمرس وعنده خبرة وتولى تدريب أندية في أوروبا وعنده خبرات كبيرة أنت كلعب نادي أهلي الكواليتي بتاعك وحجم التوقعات اللي منتظر منك كلعب نادي أهلي المفروض يختلف تماما عن أي لعب آخر وإلا ليه أنت بتلعب في النادي الأهلي وغيرك مع احترامي بيلعب في أندية أو في تنفسية أقل بالضبط فأنت كلعب نادي أهلي لازم يكون عند غيرة على الكارير بتاعك لأن الكارير بتاعك مهدد أنك تفقده في وقت ملاقات وتنتقل من لفل اللعب للنادي الأهلي لفل أقل بكتير وده وقتها أنت اللي هتكون مسؤول عن كده فالحالة الجماعية أنا شايف أن الرهان دايما أنا ضد دايما الرهان على الأسماء لذلك حتى لما تكلمنا عن مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في الحلقة اللي فاتت أنا قلت لحضرتك أنا براهن على البايرن علشان منظومة البايرن مش عشان اسم إحنا لو جئنا تكلمنا عن بايرن ميونيخ أهم نجمك اسم لامع هو ساديو مانين ملعبش اللقاء نزل في الدقاءة الأخيرة ولكن شفت على أرض الملعب منظومة لعب بايرن ميونيخ عامل زي أصاب مين أصاب بطل العالم ووصيف العالم إمبابيه وميسي بعظمتهم بقمتهم الفنية الكبيرة جدا ولكن منظومة اللعب الجماعية دايما بتتفوق على أي اسم فردي مهما كان هو مين صحيح سؤال هنا للقطن ظروف المجموعة وخسارة القطن الأربع مباريات وفكرة المباريات هتتلعب على أرضه وسط جمهوره خرج من المسابقة ما عندهش أي حاجة يدفع عنها ولا أي طموح في التأهل بيستقبل الأهلي بإسمه وبجبروته وبتاريخه وبصمعيته وشعبيته في أفريقيا هل داي غير من حسابات القطن في المباراة هل من الممكن أن القطن يظهر في المباراة دي بشكل مختلف عن الأربع مباريات اللي لعبهم على أرضه أو خارج أرضه واخسرهم بالكامل أنا المسؤول عن الحالة اللي هيظهر عليها القطن الكاميروني يوم الجمعة أنا كنادي أهلي اللي مسؤول عن الحالة اللي هيظهر بها القطن الكاميروني احنا أحرزنا في مرمى القطن هنا في القاهرة هدف في دقيقة ثلاثة بعدها اختفى القطن تماما وقدرنا نحرز الهدف الثاني والثالث وأهضرنا ثلاث أو أربع أهدف محققين ده سيناريو مباراة الزهاب فأنا يوم الجمعة أنا اللي هيكون مسؤول عن حالة الفريق قدامي الفريق اللي قدامي فريق فاقد الطموح في أي شيء خلاص حسبيا وقرويا وكل حاجة ما عندوش أي فرصة في أي حاجة الفرصة الوحيدة أو التارجد اللي هو داخل به اللقاء إنه هو لو على حسب ما سمعنا إنه هيفتح الملعب أمام جماهيره ما تخافش غير من اللي ما عندوش حاجة التارجد بتاعه إنه هو بيلعب بدون ضغوطات ما عندوش ضغوطات مش مطلوب منه حاجة جمهور حاضر ما هيمنى الملعب جاي بيتفرج على اسم النادي الأهلي وهم عارفين كلعبين وكأفراد جهاز فني وجمهور إن النتيجة أي نتيجة في أمام النادي الأهلي هتتكتب في تاريخ هذا النادي الكاميروني فأنا ليه لأألعب بدون ضغوطات النادي الأهلي هم مش هايبون مستعجلين المكسب وبالمناسبة هم على ملعبهم مش وحشين يعني هم على ملعبهم أكتر تنظيماً من خارج ملعبهم قدروا يحرزوا هدف في مرمى سندوينز على ملعبهم وقدروا يحرزوا هدف في مرمى الهيل ويتقدموا على الهيل بالضبط على ملعبهم فهم مش وحشين على ملعبهم بالعكس هم عندهم نزعة هجومية خطيرة جداً عن طريق أخطر لعب في القطن لو إحنا لسه نيجي نتكلم عنه واللي هو واسو رقم سبعة شبيه شوية أداءه لميلولا لعب سندوينز اللي هو رقم 33 عنده خفة في الحركة وبيتحرك دايماً يا إما من العمق يا إما بيجي من الحتة اللي بتبقى بظهر عالي معلوم قدر يحرز منها هدف القطن فالقطن هيلعب بدون ضغط عصبي هيلعب مباراة للمتعة ليه لأ؟ ممكن لو لقدر الله إحنا حالتنا الفنية والبدانية مش كويسة يعمل نتيجة سلبية وإحنا ما نتمنىش كده سؤال الأخير في الأهلي وقطن عشاناً في الملف ده وروح الملف اللي بعده والملف ده يهمنا بشكل من الأشكال هقول لكم إزاي لما نجيله لكن سؤال الأخير هل تتوقع أن تشكيلة الأهلي تختلف عن مباراة سانداونز وهل تنتظر عودة أو ظهور بعض الأسماء اللي غابت عن تشكيلة الأهلي في فترة الأقيرة وطرعاً عليها أنها تحدث الفرق مع مرس الكولر ما قدرش أتوقع إنما أتمنى أتمنى أن يكون في تغيير لتلت أو أربع عناصر من اللعبة اللي شاركت أمام سانداونز أتمنى أن يكون في ناس تخدم فكرة اللعب الجماعي أكتر أتمنى أن يكون في ناس عندها كرة أتمنى أن يكون التشكيل اللي بادئ عنده القدرة أن هو يلعب في ملاعب زي ملاعب جروة لأن الملعب إحنا شفناه الموضوع هيبقى صعب جداً يعني أنت عايز تلعب كرة وتلعب أداء جماعي أمام فريق يعني شوية عشوائي كفكرة وكتنظيم على أرض الملعب هم عندهم عشوائية ولكن أتمنى أن يكون في على الأقل أشوف مثلا عمر السلية بيبدأ المباراة أتمنى أن أشوف تحركات محمد شريف والله مركزية أتمنى حمدي فتحي يرجع تاني للدور اللي بدأ بي كولر في أول الموسم أنه كان بيلعب تاني مع المهاجم وكان حمدي مميز جداً في مباراة زي دي حمدي فتحي لو لعب زي ما شارك في مباراة الزمالك ومباراة سموحة أو بيراميدز هيخدمنا جداً جداً حمدي في دور زي دوت مع طبعاً أتمنى طبعاً أتمنى خالد عبد الفتاح يشارك من البداية كل اللعبة دي جعانة كرة صاحب جعانة كرة وجعانة مكسب فأعتقد أنهم هشكلوا أضافة وهيدوا حتى يعني دوافع جديدة للفريق أنه هو يقدر إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة نفوذ ويتعادل الهلال وصندوينز نقدر بقى تبقى فرصتنا ترجع لنا مرة تانية في مباراة الهلال ووقتها هيبقى في كلام تاني خالص جماهير الأهلي في انتظار ردة الفعل على كل الأحوال النهاردة يعني زمايل الفريق السادسة الحقيقة منصف تعرف طبعاً يعني عاشق للأرقام والإحصائيات مجهزين الحقيقة موضوع لطيف جدا عملية رصد لخسائر الأندية أكبر الأندية الأوروبية في الخمس سنوات الأخيرة من عمليات بيع وشراء اللعبين والأرقام هنا ملفتة لأنه واضح أنه حتى أكبر أندية العالم سياستها في الموضوع ده بدأت تتغير والأندية اللي كان معروف عنها أو من مدرستها أنها الأكثر انفاقة وهي طبعاً أندية غنية جداً وفي إمكانها أنها تصرف كتير جداً ما بقتش والأوضاع خليني أقولك اتغيرت تعال نشوف مع بعض الأرقام كده واستعرض معك العشرة الكبار في أوروبا أرقامهم بالمليون يورو من ناحية الخسائر طبعاً والأرقام دي طبعاً ويطبطها بآخر خمس مواسم هو طبعاً من قبل ما حضراتك تتكلم وطبعاً بنحي منصف على شغله في موضوع الأرقام صراحة ومميز جداً في الحاجات ديت وهو إحنا عارفين المتأكدين أن تشيلسي طبعاً هيأتي في الصدار بالضبط تشيلسي السيزون دوت وتحديداً الموسم دوت عامل حجم إنفاق غريب جداً ورهيب جداً ومعرض على فكرة العقوبات أنه يطبق عليه القانون اللعب بالنال النظيف أو في حالة عدم تأهوله طبعاً أو عدم شغله لأحد المركز خاليني أقول الأرقام بسرعة وزي ما أنتم شايفينها على الشاشة ونرجع نتناقش فيها ونشوف إليه تغير في الدنيا لأن تشيلسي إذا كان في صدارة الأندية اللي بتخسر 740 مليون يورو خسائر في 5 سنين من صفقات بيع وشرة بيجي وراء على طول منشستر ينايتد اللي خسر أو تكبت خسارة قدرها 611 مليون يورو أرسنال في المركز الثالث 550 مليون يورو باريس سان جرمان في المركز الخامس 360 مليون يورو بعد كده عندي ليفربول 288 يوفنتس 283 منشستر سيتي 255 باشلونة 221 باير ميونيخ 134 وريال مادريد ريال مادريد 84 مليون يورو أقل الأندية التي تعرضت لخسارة نتيجة عملات بيع وشرة وده في حد ذاته لما بص على الخمسة في الآخر هلاقي أنه في حاجات كتير قابل غيرت عن الكبار أوروبا باير ميونيخ بارسلونة ريال مادريد وحتى اليوفي لأنه اليوفي حتى وإن كان بعيد في الفترة الحالية كان يظل اليوفي واحد من عمارات أوروبا طبعا ومعهم ليفربول المتوهج في السنوات الخمسة في ولاية يورجين كلوب تحديدا الريال اللي كان بينفق المليارات يعني أنا بفتكر فرقة الجالاكتيكوس تبتتكلم على أهم 11 في العالم موجودين في فريق ريال مادريد رونالدو رونالدو فيجو زيدان بيكهم روبيرتو كارلوس يعني تتكلم على على فريق ما بيتكررش وبالتالي واضح أنه في تغيير في السياسات الأندية في فكرة الإنفاق سواء بيع أو شراء بالنسبة للعبين طبعا ده يهمني ليه معلش برضه واضح ده لأن الموسم اللي جاي بالنسبة لنا في عوامل كتيرة ومتغيرات كتيرة هتكلم معاك فيها هتأثر على بكلم علينا كأهلي مش كمصر هتأثر بشكل كبير جدا في عملية الترانسفر إزاي تقدر تعمل مركاته قوي في حدود إمكانياتك المادية المتاحة وخصوصا طبعا مع الديفاليشن اللي حصل وارتفاع سعر الدولار وجود منافسة قوية جدا من الأندية ما بقيتش العربية بس كمان الأندية الأفريقية دخلت على على التراك انت بتكلم نهارده سانداونس تاني أكبر نادي من حيث قيمة تسويقية بعد العين فإزاي إريتك لده أو تأثير ده من وجهة نظرك على سؤل انتقالات وسياسات الأندية في اللي جاي هو واضح طبعا من استعرضنا للأندية اللي تمت عملية الشراء والبيع اللاعبين في خلال الخمس سنوات الماضية الموضوع كله تغير كلياتا يعني شكلا وموضوعا ريال مادريد في وقت ملأوقات احنا تكلمنا انه هو كان بيضم كل ما يظهر نجم فيه على مستوى العالم هاته هات ريال مادريد على طول أول درجة انه هم جمع في الآخر فريق الجالاكتيكوس كان بيضم كل نجوم العالم حتى في الإعلانات كانوا يروحوا كلهم كانوا بيروحوا كلهم يعملوا إعادة لأنه كلهم سوبرستار ريال مادريد في الوقت ده كان محتاج يعني مش هنقول يزود الشعبية ولكن ينتشر في العالم كله فوقتها حتى لما تعقد مع ديفيد بيكام كان بيكام ليه شعبية كبيرة جدا مثلا في الصين فريال مادريد قدر يستثمر حاجة زي كده ويستجلب ديفيد بيكام اللي كان عنده شعبية كبيرة جدا وطرح القنصان بتاعت بيكام للبيع الظاهرة طبعا رونالدو زين الدين زيدان من يوبينتوس روبيرتو كارلوس ريال مادريد أسس لويس فيجو من برشولون طبعا السفقة التاريخية طبعا فريال مادريد وقتها أسس قاعدة كبيرة جدا على مستوى العالم ده كان تارجت في الوقت دوت بعدها على فترة تتخيل متخيل معلش يعني وإحنا بنسترجع كده تتخيل في كام لعيب كورة يعني كل واحد منهم يشيل فرقة في فرقة واحدة يا لويس فيجو ده يا جماعة أسطورة يعني يا لويس فيجو بالنسبالي في زمنه يمكن أفضل من كريستيانو رونالدو كلعيب كورة دلوقتي كان أسطورة البرتغال قبل رونالدو كان في ناس بتشكت لا ومكلمك على كورته كمان يعني يعني رونالدو ليه ستايل وليه كورة ولعيب عظيم واكتهد وتعب وصبر وكل حاجة أقولها لكن بكلمك على الموهبة اللي بجد الموهبة الطبيعية موهبته أعلى هو فيجو كريستيانو رونالدو لعيب طبعا أسطورة من ضمن زي ما قلنا أهم ثلاث أسطورة ولكن المهارة الفردية اللي كان بيتمتع فيها ديها لويس فيجو لا لا تقارن طبعا زيدان نفس الحكاية زيدان زيدان رونالدو بالنسبالي يعني يمكن يكون أهم تسعة جات في تاريخ كورة القدم احنا كنا فيه فيه صور منتشرة وشهيرة جدا اللي كانت أي ركلة سبتة لريال مدريدة على حدود منطقة الجزائر كان بيبقى ثلاثة أو أربعة وقفين أي حد فيهم تبقى عندك تحتار وده مهم موضوع مهم نبقى نتكلم روبرتو كارلوس زيدان وكارلوس كلهم كان كل واحد فيهم مميز وكان كل واحد فيهم كان مخصص جزء معين من على حدود منطقة الجزاء أنا فيهم أفضل يسدد فريال مدريدة في الوقت ده حقق التارجت عشان ما نبعدش عن الموضوع حقق التارجت بتاعه وإنه هو ينتشر على مستوى العالم باستقطاب النجوم دي كلها بعد كده ريال مدريد بدأ يعني لو خدنا من آخر حاجة الأول حاجة اللي هو الموسم اللي إحنا فيه ريال مدريد ما دفعش في حد السنة دي غيرت شاوميني تقريبا 94 مليون غير كده ريال مدريد شغل بقى إيه يعني بدغض الكرة شغل دماغه ولكنه كان عارض مبلغ خرافي على المقرية أصل صفقة صفقة لعشر سنين يعني ريال مدريد ممكن يعمل بالمبلغ الخرافي ده بس في المقابل ريال مدريد مش هيدعم صفوفه بأرقام كبيرة بمدة 7 أو 8 سنوات زي ما عمل مع كريستيانو رونالدو وكاكا في وقت من الأوقات مصبت فريال مدريد بدأ يتعاقد يعني إحنا عندنا إندريك لعب ريال مدريد الشاب اللي بيلعب فيه البرازيل ريال مدريد تعاقد معاه وهينضم الريال مدريد بعد لسه قدامه المسم ده والمسم الجاي كمان لما يتم 18 سنة ريال مدريد تعاقد بمبلغ كبير جدا ولكن بيستثمر فيه لأن اللاعب ده هيكون مفاجأة للعالم كله اللاعب بيجمع بين صفات رونالدو الظاهرة وبليه وحاجة يعني ولسه رغم أنه عنده 16 سنة ولكن موهبة كبيرة جدا فينيسيوس طبعا ورودريجو كل اللاعبين الشباب فالفيردي كل اللاعبين اللي قدر كما فينجا تشاوميني حتى لسه صغير في ريال مدريد كانتش حد يعرف قبل ما يروح بالضبط غير الفكر تماما ريال مدريد وقدر يطلع بقى على مستوى الأرقام قدر يطلع ينزل بالرقم الكبير جدا زي ما شايفين دلوقتي تشيلسي بص فرق الرقم سبعمية حاجة وستين مليون لأربعة وثمين مليون ده ولا حاجة يعني خسائر ريال مدريد الرقم دوت ولا حاجة بالنسبة لخسائر الأندية الأخرى لو بصت بلغة بقى البطولات ريال مدريد هو أكتر الأندية دي اللي حققت بطولات يبقى إذن تغيير سياسة أو السياسة التعقدية للنادي ما أثرش على طرجة النادي في تحقيق البطولات تماما ولا أثر على مشروع النادي ولا مكانة النادي بدليل أن ريال مدريد حقق في الخمس سنين اللي فاته تلاتة أو أربعة دور أبطال أوروبا وفاس بالليجا وكاس العامل إذن الفريق كوضع فريق كورة له على الطريق الصحيح إيه اللي تغير في دورة أبطال أوروبا وماشي ولكن مترنح جدا محليا حتى الانتدابات اللي أتمها تشلسي وتعاقد معها ما عملتش الضجة المنتظرة اللي كان الناس يعني فوفانا مثلا وإنزو فرنانديز ومودرك وجوافليكس كلها تحس إنه هو الموضوع ماشي بالأسماء مش بالكواليتي وباريس سان جرمان نفس الحكاية نفس الكلام باريس سان جرمان بيفشل كل موسم في تحقيق دورة كان عنده جالكتيكوس باردو بالزبط يعني كان عنده نمار وميسي وكيليان إبابي وفيراتي وباريديس وسيجيو راموس وماركينيوس ودونا روما يعني كان عنده في وقت من الوقت كان عنده دونا روما ونفاة يعني كان عنده نجوم كبيرة جدا جدا وفشل مرة طلوة الأخرى زي ما بيقول بالزبط بالوصول للقب دول الأبطال فكرة السيطرة على فريق بيجمع كل النجوم دي من مدير فني أي أن كان هو المدير الفني حتى يعني إحنا بوتيتشينيو في وقت من الأوقات فقد السيطرة على بريسا جرمان فإحنا لو جينا قارننا حجم الصرف وحجم الإنفاق مقارنة بين نتائج هنجد أن الفرق تتكلم على إيه هنا هي أمري بعدين توماس طخل بعدين بوتيتينو بعد كده خده أنشلوتتي كده مرة أنشلوتتي صح وجلتي حاليا وكلام على زيدان وزيدان ممكن يكون والراملون أعتقد برضو فترة من فترة شوية يعني هو الفكرة كل دول على الرغم أنهما نجحوا بره توماس طخل بعد ما ساب بي أس جي خد دور أبطال مع تشيلسي هنا هي أمري أعتقد خد اليوروبا ليج مع سبيا مع إشبليا بالزبط ولأ هو الفكرة أن أنت كفكر نادي ده بقى دور المدير الرياضي للنادي ودايما هتجد أن المدير الفني اللي بيلبس بادلة كده وجرافات ويقف على الخط المدير الفني دوت ما بيلبس كده زي عندنا هنا مثلا في موضوع الشرق الأوسط بيلبس كده زي ما كان فيه أحمد حسام ميدو جات فترة كده وبقى يلبس بادلة ويلبس الجهاز بيدل والكلام ده كله آه كل ده طبعا شكل ويونيفورم جميل وكل حاجة ولكن في أوروبا الموضوع مختلف معنى أن مدير الفني بيلبس بادلة وجرافات عنده مكتب وعنده يعني فكري إداري خارج الكرة في نظام مؤسسي بالزرس آه يعني هو بيخرج من الملعب بيروح المكتب بتاعه بيجتمع بالمساعدين بطأم المساعدين بتاع عشان كده عنده مساعدين وعنده بيقعد ويشوف وعنده النادي بيعرض عليه سياسة النادي إيه في التعاقدات المبلغ اللي النادي بيرصده الموسم دوت وهو بيوظف موضوع اختلف بقى النادي بيقول للمدير الفني انه هو حاطت ميزانية للصرف مثلا كذا رقم فالمدير الفني بيبدأ يشوف الحاجات اللي معروضة عليه ويختار أحسن اوبشن بيبقى في طبعا في اوبشن A و B و C هو بيختار الأنسب ليه هو على حسب الحجم الانفاق اللي النادي رصده فالموضوع أفضل أفضل مدرسة من وجهة نظرة كابل أفضل مدرسة في فكرة الاستثمار في اللعبين البيع والشرا والاستفادة الفنية والمادية هو على مستوى المدارس يعني الكروية هتقول لي مثلا مدرسة الهولندية المدرسة الألمانية المدرسة البرتغالية الإيطالية كمدرسة وبعاكا كنادي اه لأ يعني أنا أنا بشوف ان على مستوى الأسماء أنا بالنسبة لي كارلو أنشلوت واحد من المفضلين بالنسبة لي جدا في موضوع إدارة الفريق على حسب السكواد اللي موجود يعني كارلو أنشلوت بيعاب عليه حتى في وقت من الوقات انه هو ليه ما بتصطدمش مع فلورنتينو بريز وتطلب طلبات كبيرة جدا ليه بتوافق تشتغل مثلا بباكرايت واحد زي كارفخال مالوش بديل ليه بتتعب نفسك وتحاول توظف ناتشو ليه دلوقتي لما مندي بيغيب مثلا بتوظف كما رينجا ليه انت قابل على نفسك كده يعني هو راجل مالوش طلبات كبيرة جدا آه كان يتمنى طبعا يكون معن بليه بس ده استثناء مش قادة ابني عليه آه لأ ده استثناء أنا عشان كابل أنا بيعجبني أنا بيعجبني كارلو أنشلوت قوي في الجزئية دية بالإضافة طبعا لخبراته الكبيرة جدا كارلو أنشلوت هو المدارب الوحيد اللي فاز بالخمس دوريات الكبرى طبعا مع دوري أبطال أوروبا والتاريخ الكبير اللي كان عامله كمان مع ميلا قبل ما ييجي ريال مدري ده على مستوى الفكر الإطالي أو بالتحديد ييجي بعدين المدرسة البرتغالية طبعا جوزي مورينيو بقى وييجي ممكن كمان جوارديولا بس ده مش فكر استثماري احنا بتكلم عن فكر الفني استثماري على مستوى الأندية نروح لمسلا مدرسة زي بورتو البرتغالي وبينفيكا الدوري البرتغالي عمتا يعني سبورت انجليش بونا بورتو البرتغالي بينفيكا التلات أندية دول بيعتبروا من أكبر الأندية المصدرة وبيكسبوا كويس جدا وبيصرفوا على الأندية بيستفيدوا فنين كويس جدا من المنمار اللي بيجيبوها وبعد كده بيستفيدوا منها مدام بيبيعوا للأندية البرامير ليج بالتحديد يمكن احنا شفنا في الإحصائية اللي منصف جابه لنا ان عندنا منشستر سيتي عندنا ليفربول عندنا منشستر يونيتد عندنا أرسنل يعني كل تشيلسي خمس أندية من حوالي 8 أو 9 أندية من البرامير ليج لأنه دايما تشيلسي اليونيتد الأرسنل ليفربول الستي خمسة من عشر خمس أندية من عشر أندية في البرامير ليج بس بخسائرهم كبيرة جدا في انتقالات اللاعبين بسبب أنه هم بيستقطبوا اللاعبين بالأرقام خليه عشان الناس ما تفصل بس ده مش معنى أنه الأندية دي بتخسر ده بس الجزء الخاص حجم الترانسفر أو سوق الانتقالات بالنسبة عن دي دي ممكن يكونوا بيخسروا من عمليات البيع والشراء لكن طبعا يعوضوا في حاجات تانية كتير جدا بتعاوض لأنه المنظومة هناك تسمح بدأ سواء بس تلفزيوني سواء حضور جماهيري سواء عقود رعاية تتكلم في أرقام تانية في الميزانيات إجمالا الأندية دي معظمها طبعا بيكون كاسبات بس إصناها البي أس جي يعني أشك أنه البي أس جي بيكون كاسبات بس ما عليم هو البي أس جي ليه ليه فكرة مختلف طبعا نظرة لأن ملك بي أس جي أصلا محظمش بيشتمع على الفلوس موضوع الفلوس ده مش على فكرة بالمناسبة بيقولي ملك تشيلسي نفس الكلام دلوقتي عادي خلص يعني هو حتى ما عندهش مشكلة بيتفاعل خالص بس اللي يتقبل في فرنسا البي أس جي ما يتقبلش في إنجنترا نسمح لنأجل موضوع لسه عندنا وقت بما أن المركاته لسه لأنه حقيقة الموسم اللي جاي بيقول أن فيه مستجدات كتيرة جدا هيكون لها تأثيرها على مركاته الأهلي والنس من النهاردة بتتكلم على مركاته الأهلي بداية من طبيعة المنافسة وقوة المنافسة اللي اتغيرت شفنا مستجدات المنافسة في الخليج والأندية الخليجية عملت طفرة في مستجداتها وتحديدا السعودية بشكل كبير جدا شفنا بزوغ قوة أو ظهور قوة جديدة النهاردة في نسخة شامبينز ليج دي بتقول أنه أفريقيا بتتطور والمنافسات اللي احنا كنا ما نتسيادها من الوارد جدا أنه يبقى لنا منافسين فيها على نفس مستوى من القوة أنا عايز أعطي حضراتك هنا بس في حتة وحضراتك كامل أنه على مستوى الصرف أنه معانا في المجموعة الهلال السوداني تطور جدا تطور جدا على مستوى الصرف والإنفاق وجعمد المدير الفني على مستوى الابين بياخد أكتر من راتب حوالي حاجة وستين ألف دولار وده رقم كبير جدا بناسبة كورة السودانية مش بس الهلال والماريه كمان بالضبط وكورة شمال أفريقيا والرغا والوداد وسانداونز يعني واضح أن الخريطة بيعد تشكيلها شباب لزداد ظهر بشكل كواس جدا عن سكوات محترم لكن في النهاية كمان أضيف على ده وده اللي يهمني قوي أنه طبيعة المنافسات اللي جاية تختلف تماما عن اللي فاتت يعني أنت بتتكلم نهارده عن بطولات مستحدثة جديدة ودد جدا أنك تكون لك حظ ونصيب في المشاركة فيها زي السوبر ليجي الأفريقي وزي البطولة العربية حتى لو مشتركتش فيها السنة دي ممكن تشارك فيها حتى كاسل عامل الأندية بعد القادم اللي إحنا رايحي حتى كاسل عامل الأندية اللي إنت بتتكلم فيه بتتكلم على سكيل تاني خالص غير البطولة المصغرة اللي إحنا بنتشارك فيها إنه بقى مدهة صعوبة لك توصل أساسا المربع الدهبي فشكل المنافسة دي حتى الأوضاع الاقتصادية سعر الصرف كل ده هيأثر بشكل كبير جدا على الميركات ولابد أنك أنت تحضر له وتتكلم فيه بشكل مفصل لكن هعتبر أن اللي قلنا النهاردة دي مجرد مقدمة ننقشها في حلقات جاي هروح معاك بقى للسبعية في رأيك أعتقد أن مبارح السيتي يقدم واحد من أقوى عروضه في بطولة الشامبيونز ليج وعبر عن نفسه وعن إمكانية أنه يكون جاهز ومرشح أول للقب يعني منشستر سيتي وجوارديولا في صهرة الأمس كشفوا عن وجه مغاير تماما لكل السنوات الماضية لمانشستر سيتي في دورة أبطاط يعني ممكن كان فينا استراهن على أن اللي قلنا كان يحقق مفاجئة الوهالي قبل المص أنا شخص على فكرة أنت وارد جدا أنت أطلعوا النهاردة مين يطلع ده في وجود الريبورت ده خلاص بجد أنا أطلق تعليم بارح بعد المباراة أنه إنسان آلي حقيقة بجد هلند تحس أنه ما بيفرحش لما بيفرق أحادي أحاس أنه بيعمل حاجة عادية بص حتى كان ليه تصريح بعد المباراة أنه حزين أنه خرج لأنه كان بيطمع أنه يحرز السوبر سوبر هاتريك مش معقول يا جماعة يعني كان هيخد كورتين بيسأله جوارديولا بعد الماتش انت ليه طلعت وما سلتوش يجيب الهدف السادس عشان يكون أول واحد في تاريخ الدولي الأبطال يسجل ستة هدف مباراة واحدة قال لك أصده لسه صغير لو حط الهدف السادس هيشعر بملل شديد فيما تبقى ليه من مشواره يعني بيعمله ترجط بقى جديد آه آه خليسه قدامه خليه فكر كده ويلعب بفاشن عشان يبقى ماشي وراء هدف إنه يحقق الستة هدف مباراة لو كان أحرز الهدف السادس كان ياخد كورتين هو مروح وكان هيعمل أزمة يعني هو أخذت مبارح كورة وخذت جايزة رجل المباراة أنا حتى أقولت له لكن مبارح الخامسة دول حققوا لي رقم قياسي أو رقمين قياسيين حطوا في الصدارة على أساطير على ميسي وعلى كيليان مبابي وعلى نيمار جونيور وعلى لعبة كتير جدا لأنه تعالوا نشوف الأرقام كده الزبط كده أسرع لاعب سجل 30 هدف وتفوق في ده على طبعا مهاجم الهولندي الشهير فانيس الروي مهاجم اليونيتد والريال وعلى ليفاندوسكي أسطورة البيرل وبارشتونا وعلى ليو ماسي طبعا أسطورة بارشتونا وعلى نيمار جونيور وسجل 35 هدف في 25 مباراة الرقم اللي بعد على طول نيس الروي سجلهم في 34 مباراة ووصولا لنيمار سجلهم في 49 مباراة ماكينة أهداف جي نمرة واحد نمرة اثنين كمان أنه أصغر لاعب يسجل 30 هدف في مشواره هلن في الصدارة 22 سنة و236 و30 يوم ورا على طول كينيا نمبابي 22 سنة و352 يوم ثم ميسي ثم راول جونزالز ثم كاريم بن زيمة ماكينة أهداف على مستوى يعنيكم عليه أنا عارف لا هو على فكرة بالمناسبة هو عنده شرط جزائي في عقده 160 مليون يورو بعد السيزن الجاي يعني مش المسم ده المسم اللي بعده عنده شرط جزائي يقدر أي فريق يكسره 160 مليون ما أعتقدش أن السيتي هتسيبه لحد ما يوصل للمسم الجاي من غير ما تحاول تعدل البند على أنه أي حد طبعا 160 مليون بالنسبة للإنسان الآلي ده ولا حاجة ده بيكسر الأرقام يعني يمكن هو وينبابي مرشحين لتحطيم بقى كل الأرقام يعني مبابي بس ينتقل من ليفل اللعب البريس بطموح آخر لنادي أوروبي معتاد على الفوز بالألقاب هتلاقي مبابي برضو بينفسه منافسة قوية جدا لأن الاتنين عندهم حالة توهج كبيرة جدا لتحطيم كل الأرقام وتستير تاريخ جديد للكرة العالمية اللي جاي هولند وينبابي بعد ميسي ورونالدو آآ طبعا السنائية هي السنائية الأبرز يعني حتى الآن على مستوى الأحداث كلها هم السنائية الأبرز مبابي بيخدمه شوية مبابي تسكيليا مش والد يدخل في اللعبة هو أكفر يعني كفر يعني طبعا عامل موسم مميز ولكن مش خارق لسه ما شفناهوش خارق زيده يعني مبابي مثلا قدر يفوز بكس عالم وهو لسه عنده 21 سنة نفسه في نابولي بتقولك ده خليفة مارادورا آآ لا هو هو عامل موسم استثنائي يعني نابولي عمتا كمنظومة لعب جماعية ونرجع بقى هنا تاني للعب الجماعي فرقة كورة يعني ما سألك بعد انسيني ما يشي وكلبالي مشي ومش عالف مين مشي فرقة تقع عامل وسنائل وهنا بقى هنا أنا عايز أتكلم أروح لحتة تانية خالص يعني كلبالي مثلا على المستوى المواسم السابقة كانت إدارة نابولي متمسكة بي للغاية رغم كل العروض اللي كان بيتيجي لكلبالي من عتاولة أوروبا بالضبط ومجرد ان كلبالي رحل وقدر الفريق يدعم بأسماء ما كانتش معروفة على مستوى اللي مش متابع قوي كورة إيطالية الفريق قدر مع المدير الفني يعمل شكله ومنظومة كبيرة جدا في الدورة الإيطالية حتى في دورة أبطال أوروبا طيب هتسمح لي نقف هنا ونرجع نتكلم على مطشن النهاردة تمام وخصوصا طبعا المنتدى المحتملة اللي بيتمنىها المواصلين عشان أبو صلاح بس مش حاجة تانية هل ممكن ولا لا ولا مستبعدة وإذا كانت مش ممكنة هل ممكن صلاح يستفيد بمواجهة النهاردة قدام الريال بشكل من الأشكال خلينا نتكلم في ده مع ضيف حلقتنا النهاردة في سادسة بلاي المحسن لكن بعد الفاصل مطش مبارح اللي لعبه السيتي قدام لابزيج يدرس الحقيقة وبعيدا عن تشجيع المان سيتي مش بشجع السيتي عشان بحب المان سيتي يعني ولا كنت مشجع لي بس أنا بشجع السيتي أنا بشجع الفريق اللي بيقدم كرة ممتعة والسيتي واحد من أكتر فرق الحقيقة اللي بتقدم كرة ممتعة في العالم كله جورديولا يمكن يكون كلمة سير مش بس فكرة النجوم اللي موجودة فيه لكن كمان جورديولا صانع للنجوم ومكتشف للنجوم برح مباراة كنت بكلم مع بلال في الفاصل نموذج يدرس في الكرة الجماعية ازاي تحس انه والسيتي معك كرة مستحوز عليها الملعب ده مساحات شسعة تحس انه ما فيش اي مشكلة في الاستلام والتسلم ما فيش اي مشكلة في نقل الكرة اللي مش لزميل واحد ظاهر اتنين وثلاثة واربعة والعكس الصحيح اول ملابزك بياخد الكرة وبيمسك الكرة بتحس ان الملعب ده دايق وما فيوش خرم إبرة تلاقي الفريق عنده قدرة على الانتشار والضغط وتديل مساحات بشكل غير طبيعي وده مش ممكن يحصل في يوم وليلة مش ممكن يحصل في مباراة ومباراة لا او مش ممكن يحصل بالصدفة دي واحدة من اكتر الحاجات اللي بتميز الستي في الفترة الاخيرة بزرعة يمكن اخد من كلام حضرتك ان جوارديولا هو الاسس للفكر الهجومي اللي بيلعب به الستي والمدرسة لان طبعا كان بيتولى قبليه بالجريني اه قدر يفوز بدوري صعب جدا ولكن جوارديولا نقل الستي لحتة تانية خالص في كرة القدم يعني جوارديولا خلينا نقول رائد من رواد الكرة الحديثة واحد من الناس اللي اضافوا للفكر الهجومي او يعني ساعد بشكل كبير جدا فتطور كرة القدم الهجومية على مستوى العالم طبعا من وقت فترة برشلونة فلا الستي مع جوارديولا يمكن فيه ناس بتعيب عليه دايما هو جوارديولا عنده تكة يعني هو دايما كده بيخلص على نفسه بحاجة يعني زي مباراة مثلا ريال مدريد الموسم اللي فات كاسبان اه يروح عامل تغيير مثلا او يروح عامل تركاية تخلص عليه اما غير كده طلع كيفين دي براين والتغيير ده يمكن قلب الموضوع بشكل تماما افقد الاستحواز للستي وغلت طبعا فرناندينيو العظيمة مع جنب بتاع فينيسي الجونيور اللي رجعت الريال في المباراة فهما حاجة فلا الموضوع بصراحة جوارديولا يستاهل ان الكورا تنصفه شوية على حجم اللي هو قدمها لا يمكن نصفت ميسي في كاس العالم احنا قلنا محتاجة تنصف ميسي ويطوق بلقب كاس العالم نصفته ممكن تنصف جوارديولا السلالي لو بتكلم كورا افضل فرقتين بيلعبوا كورا في السنة دي في الشامبيونز ليج الستي ونابولي مفيش فرقتين بيقدموا مستوى يرشحهم يعني انت تفرج على اي ماطش ليهم تحس الفرقتين دول يا جماعة زي بكسبوش تشامبيونز ليج لكن ما تدرش تنكر وجود عملاق زي العملاق البافاري باير ميونيخ وايضا عملاق بشخصيته طبعا وتاريخه زي ريال مدريد يا سيد ماشي بس هتعملوا ايه النهاردة صحيح لا هي مباراة خلصانة يعني خلصانة لا لا مش خلصانة ولا الريمونتادة ممكن هي مش خلصانة ولكن الريال مدريد انا اعتقد ان انشلوت هيعرف يتعامل مع المباراة ليفربول هينزل معندوش غير اوبشن واحد هو اوبشن الفوز بيحلم بريمونتادة خاصة ان نفس الفريق هو هو عمل ريمونتادة تاريخية امام برشلونة محدش يقدر انساها طبعا بس كانت في الانفل اه يعني الفيتباك لريمونتادة انا اعتقد ان القرى الحديثة ما بقاش فيها ملعابي وملعبك يعني بدليل ان ريال مدريد راح كسب ليفربول في الانفل ده خمسة فليه لا وكان خسران اتنين دي مشكلة بصراحة يعني خاصة انسكواد برشلونة كمان انا اعتقد ان الشكل هيتغير شوية لو شارك برشلونة لو شارك ليفربول النهاردة زي ما بنفس اللعبة اللعب بها امام منشاستر ينايتد بنفس الفكر الهجومي والتنظيم وقدر وارد جدا يقدر يحرز هدف مبكر يربك الحسابات وقتها يبقى فيه تعامل تاني من جانب ريال مدريد ولكن انا ثقة في انشلوت انه هو هيتعامل مع المباراة وهيخرج من المباراة باللي هو عايزه المباراة يعني بتخلص تعادل واحد هنا او هنا ولكن ريال مدريد هياخد من المباراة اللي هو عايزه هو الصعود للدور القابل خروج الليفر يعني من بداية الموسم والبداية المتعسرة لليفربول بقول انه رهانه الوحيد وامله الوحيد انه يحاول يوصل في الشامبيونز ليج خروج ليفربول النهاردة قداما الريال يصدر مشكلات او يكون ليه تأثيرات كبيرة على شكل ليفربول وعلى مستوى الليفر بول اللي جاي سواء على مستوى الجهزة الفنية او على مستوى طموحات اللاعبين الكبار زي فاندايك زي محمد صلاح زي فيرمينيو اللي غالبا يعني سمع ان في كلام اليوفي يوفينتوس بيتكلم على فيرمينيو هو قبل غدارة النادي رسميا انه هو الموسم ده هيبقى الموسم الاخير بالنسباله هو تارجت ليفربول هيختلف تماما النهاردة بعد المباراة هو هيبقى كل امله ان يلعب على المركز الرابع المؤاهل لدوري ابتال اوروبا الموسم القادم حتى دوت صعبوا ليفربول على نفسه بالخسارة الاخيرة اه خسارة غريبة جدا جات بعد صبعية تاريخية امام منشاستر النادي الكل قال ان دي استفاقة متأخرة شوية ليفربول ولكن هيرجع فاجئ الجميع طبعا بالخسارة الغريبة فلا تارجت ليفربول هيبقى مختلف بعد النهاردة يعني نتمنى طبعا بما اننا مصريين وبنحب محمد صلاح نتمنى ان هو يعمل مباراة كبيرة يثبت صلاح يوم بعد يوم ان هو امام الكبار كبير ولعيب عنده شخصية يقدر يلعب في اعلى المستويات ولكن يعني في نقطة صلاح وفندايك والتغيير انا بنسبة كبيرة حاسس ان ما فيش اي تغيير يحصل السنة الجاية حاس ان كلوب هيكمل وصلاح هيكمل وفندايك كل النجوم حاسس ان ليفربول هيتعاقد بس مع بعض الصفقات اللي هتدعم سكواد ولكن العناصر الاساسية واللي طالع عليهم مشروع ليفربول هيظلوا في الفريق لموسم اخر نورت الدنيا ابنال ابنان سيد احمد وطبعا انا المبسوط مع حضرتك وفي نهاية الحلقة عايزين نقول لكل العيب النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي حزين مباراة سانداونز نقطة سوداء في كارير كل لعب شارك في المباراة صلحوا الجمهور رجعوا تاني الفرصة في ادينا خلونا نحلم معاكو تاني مع نفس الناس مش عايزين يبقى هو ده اخر عهدنا بيكو واخر مشوار لنا معاكو ان انتو بتودعوا البطولة بالشكل ده لا ارجعوا تاني انتو لعيبة كبيرة كلكم شاركتوا في اعلى مستوى فرجعوا صلحوا الجمهور ان شاء الله يوم الجمعة ويوم الجمعة تبقى بداية العودة باذن الله باذن الله احساسي كبير وإماني كبير ولعبتنا وفرقتنا اننا في المواقف الصعبة بيبان معدنة وان شاء الله باذن الله في يوم من الايام هنحتفل هنا في السادسة بتعبتم النادي الاهلي وان كان هايبقى المشوار صعب محتاج تركيز ومحتاج اخلاص ومحتاج مجهود كبير جدا عشان يتحط النادي الاهلي واسم النادي الاهلي في مكانته الطبيعية المكانه دايما دايما بيستحقها شكرا جزيلا على وجودك معنا وبشكركم على المتابعة وإن شاء الله كل التوفير لرجالتنا إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية قدام القطن ودعوة طبعا لصهرة كروية ممتعة النهاردة سواء مع ريال مدريد وليفر بول أو حتى للنسل اللي ممكن تتفرج على كرة حلوة مع نابولي وشكركم على المتابعة وعلى كل خير دايما نتقابل في السادسة